من خلال أنت المسؤول عن العلاقة السياسية بين الإخوان وبين دولة جديدة مثل إيران أنت بسميها السياسية أنا بسميها العلاقة يعني الإسلام فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه كرش يعني كنت مسؤول عن العلاقة كلها معنى ذلك الآن علاقة إسلامية أنا بقول علاقة إسلامية طبعاً دي دولة جديدة وأنت رجل أعمال أعمالك منتشرة كما قال معهد برمنزو في 25 دولة وكما نشر في صحف كثيرة فالآن هذه دولة جديدة تضمها لمجال علاقاتك التجارية وكان لازم ندعمها اقتصاديا وحصل ليس من أجل الربح ده بالعكس خسرت فيها خمسة مليون دولار لكن أنت دخلت بهدف الربح كان عندهم لما جاءت أمريكا موضوع الرهائن وفرض عليها الحصار الدولي ومنعوا أي باكر أنها تروح ومنعهم أي بضايا أنها تروح طبعا كان فيه أزمات حصلت هناك كان عندهم أزمة بتاعة مواد غذائية كان عندهم أزمة بتاعة حديد كان عندي عقد هذا يعني طلب مني كان وزير التجارة كان اسمه كان من مجموعة إبرامي يزي كان اسمه الله رحمه مات اسمه رضا رضا الصدر فجي وزير التجارة قال يا أخ يوسف احنا عندنا مشكلة يعني مشكلة كبيرة هل ممكن تساعدونا المشكلة قال محتاجين لشعير ومحتاجين لمئة ألف طن حديد حديد اطريت لأن البواخر ممنوع طبعا كنت ملك الحديد يعني اطريت البواخر ممنوع أنها تروح فطلعته من هامبورغ طلع بالسكة الحديد إلى كوتكا في فلندا ومن كوتكا اطلع بالبخرة عفوا من هامبورغ إلى كوتكا في فلندا ومن كوتكا نزلته بالسكة الحديد من كوتكا عدى كل روسيا لغاية ما نزل على جلفة في بحر قزوين بالأطر تصور بقى مئة ألف طن عشان تشحنهم بالأطر تلات تلاف وتلتمية عربيت أطر كلفة باهزة طبعا نعم كلفة باهزة كلفة باهزة في النقل لا ما نقدر نقول أنها يعني أكتر من لزومها لكن السرعة كيف تحيلت على أمريكا وعلى البددية كلها يعني هي أمريكا أمريكا إذا كان عايزة تحسبني تتفضل تحسبني أنا ما أنا عضو أمريكاني ما أنا مواطن أمريكاني ما أنا ملزم بالقانون الأمريكاني إذا كان الدول النهاردة بتلزم بالقانون الأمريكاني أنا ملزم فقط بالقوانين بتاع البلاد اللي أنا أتباحها أو أعيش فيها طب ده ما يعتبرش تحيل أما أن أنت تولي دلوقتي أصبحت الجلوباليزيشن وقوة واحدة هذه يعني بالنسبة لي أنا لا تعنيني العملية دي تمت سنة تسعة وسبعين ولا كان؟ بعد الثورة كان أي أظن كانت فيه يمكن فيه أولي تسعة وسبعين يمكن ده الثورة كانت تسعة وسبعين يبقى بعدها تمانين تمانين أي عملية مئة ألف طن حديد ووصلوا لإيران بدون مشاكل؟ لا وصلوا لغاية جلفة لكن بالنسبة لنا كان عندنا مشاكل في أخذ فلوسها والأسف الشديد تعبوني فيها وبقول لك خسرت فيها حول خمسة مليون دولار لكن أنا ما أشعر لنا الخسرت أنا أشعر لنا أعملتها لله أنا أعملتها بلد إسلامي لا بد أفرق أنا بين مصدر التجارة والربح ومصدر المصروف والمعاونة ده موضوعين مختلفين موضوع يحتاج الإعانة والمصروف هم بيحزبوني هنا لغاية الناردة على مين بتساعده وموال الزكاة والآخر يعني موال الزكاة عندنا كلمة سؤولة عنها الله رحمه وإحسن إليه الشيخ مناع القطان وبعدين لما بدوا يتكلموا على الزكاة لغينا الزكاة من البنك وإن كل واحد يتفع الزكاة عن نفس البنك مش هيتفع الزكاة طب أنا خليني الآن في العلاقة مع إيران الآن بصفتك أنت مسؤول عن العلاقة مع إيران مكلف من الإخوان بترتيب العلاقة مع إيران وبصفتك رجل أعمال كبير جدا ما كانش البنك أسس لسه في ذلك الوقت شحنت الإيران مئة ألف طن حديد وسحنت الشعير قد إيه ثلاث بواخرزون بتاع مئة وخمسين ألف طن في الوقت اللي أمريكا فرضح عليه حصار على إيران تيجد حسرني أمريكا تودين السجن يا سيدي تودين جوترنامو بتاعتهم لا أنا بخاف من أمريكا أنا زي حكمنا اللي بيخافوا منها ما بخاف أنا من أمريكا أنا بأعمل أشياء قانونية بالنسبة للبلاد اللي أنا بيشتغل فيها أو بالنسبة للبلاد اللي أنا رحية فيها أو بالنسبة للبلاد اللي أنا أمسك جنسيتها أما غير كده ما أبقى لي أنا بغير هذا هذه كانت قانونية في ذلك الوقت أي نعم بالنسبة لي أنا مشتها قانوني مشتها قانوني كمانا مشتها بالإسلوب القانوني وكل الشركات اللي تعاونت معك في الشحن والنائل كل أنا مشتها بالإسلوب القانوني الأمريكان فتحوا معك الملف ده في التحقيقات يعلموا عنه شيء ما أعرف كيف صارت العلاقة بين الإخوان ونظام الحكم في إيران بعد ذلك هل عملت صفقات عفوا أنتوا جري عشان أخلص من نوطة الصفقات مع إيران دي لا لا غير هذا ما ما اشتغلت معهم لقيتها مش جايبة تمانها يعني لا مش مش جايبة تمانها خسرت فيها وكان في موضوع تاني كان في مصنع نسيق كنا نعمله لكن ما مش الحال وحتى ده خسرت فيه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة